تحت شعار 100 مليون شجرة يفتتح معرض ظهور الربيع بمشاركة أكثر من 200 شركة متخصصة في عرض نباتات الزينة والأسمدة والمبيدات والبذور كما تشارك في المعرض هذا العام مبادرة خير مزارعنا الأهلين والتي تقوم بطرح سلع متنوعة من اللحوم والأسماك والسلع البقولية بتخفضات تصل إلى 30% يطل علينا من جديد معرض ظهور الربيع الأكبر والأقدم في المنطقة العربية ويخطو المعرض هذا العام عامه التسعين تحت شعار 100 مليون شجرة ويستمر حتى نهاية يونيو هذا العام الحقيقة بيحظى بإقبال كبير من العرضين احنا عندنا أكثر من 200 عرض مش بس لي نباتات الزينة والظهور هذا العام بيضم كل التخصصات وكل المجالات المتعلقة بهذا النشاط بنفضل استغرام الأسمدة الحيوية على أساس أنها تبقى زراعة نظيفة وطبعا بالإضافة أنها رخصة الثمن يعني مش مكلفة التنصيق الجميل فيه أنا أحد كترة من نباتات موجودة أنا جاي أخذ عنب عشان أزراعه فوق عندي ولمون وبرطوان ومش مش عشان أزراعه في الجنينة عندي أكثر من 200 شركة متخصصة في عرض نباتات الزينة والأسمدة والمبيدات والبذور تشارك في الدورة التسعين لمعرض زهور الربيعة فضلا عن المختصين من وزارة الزراعة نحن نعرض نباتات زينة سواء كانت نباتات داخلية أو نباتات خارجية نباتات داخلية تتحمل الإضاءة الضعيفة ونباتات خارجية ممكن زرعتها في الوبينفلد في الشمس كما تشارك في المعرض هذا العام مبادرة خير مزارعنا لأهلينة والتي تقوم بطرح سلع متنوعة من اللحوم والأسماك والسلع البقولية بتخفضات تصل لـ 30% نحن في مبادرة خير مزارعنا لأهلينة وفي هذا المعرض لازم أكتر من 50 عارض بيعرضوا كل أنواع السلع اللي تصل لحوالي 220 سلع غزائية للمواطن أسعارنا بتقلل ابتدى بحد داخل 20% وبتصل في بعض السلع لحوالي 40% و45% المبادرة ممتازة جداً حشان بتوفر للمواطن الحاجات المسعار المناسبة عندنا منتجات الألبان من الجبن والألبان واللبن والزبادي عندنا اللحمة فريش بلدي من مزارعنا إحنا اللي بنأكل المراعي بتاعتنا إحنا اللي بنعمل العلف بتاع الحيوانات فإحنا ضمنين الحيوان ده بيأكل إيه أو كده اللي هي المراعي بتاعتنا المعرض بيبقى إحنا نزلين فيه على أساس إن إحنا منتجين فبيبقى الأسعار فيه مخفضة جداً لأن إحنا ما فيش من تاجر لتاجر ما فيش إيد تانية لأحنا من المنتج للمستهلك مباشر والله أنا شايف أن فيه تنوى في المنتجات وسواء بقى الحوم نباتات زهور جبن كل حاجة موجودة صراحة واخدار وكل حاجة الأسعار حلوة وأقل من بره بكتير والحمد لله زحمة جداً والناس كلها بتاخذ والحمد لله كله كويس معرض زهور الربيع يعد حدثاً متميزاً ينتظره المصريون كل عام خاصة المهتمين بالزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحضائق ويهدف المعرض هذا العام إلى مسندة جهود الدولة لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومجابهة أسباب التغيرات المناخية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري